حرصاً من الحكومة على الاستفادة من كوادرها التعليمية وفقاً مجلس الوزراء في جلسته الإسبوعية برئاسة المهندس عيمات خميس رئيس المجلس وفقاً على فرز المهندسين خريجية دورات الفصلية الأولى والثانية والتكملية لعام 2014-2015 والذين يصل عددهم إلى أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وأربعين مهندساً وذلك بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2004 على أن يتم بلورات آلية جديدة لفرز المهندسين والاستفادة منهم ككوادر تعليمية أساسية في الاقتصاد الانتجي مستقبلاً الفرز راع احتياجات الجهات العامة ومعدل التخرج والرغبات المقدمة للخرجين وتم استيعاب جميع المهندسين الذين تقدموا بطلبات للتعيين من مختلف الاختصاصات من من حصلوا على معدل تخرج 60% فما فوق المجلس وافق أيضاً على مشروع قانون طيران المدني السوري الذي يتيح إحداث هيئة الطيران المدني ومنح التراخيص لجميع أنواع خدمة النقل الجوية حيث تمارس الهيئة وفق المشروع الجديد إدارة وتسيير وتنظيم جميع شؤون الطيران المدني وسلام الجوية وتقديم الخدمات الملاحية إضافة إلى منح التراخيص المتعلقة بتسيير الرحلات الجوية في الأجواء والمطارات المدنية السورية لمؤسسات وشركات طيران المدني الوطنية والعربية والأجنبية كما يتيح المشروع المجال لإصدار الإجازات والرخص والاعتمادات اللازمة للشركة العاملة في النقل الجوي وفي ضوء مناقشاته شكل المجلس مجموعة عمل من وزرات العدل والاقتصاد والمالية للوقوف على واقع القروض المتعثرة في المصارف العامة والخاصة ولتفعيل عمل المحاكم المصرفية إضافة إلى ضرورة دعم البنى التحتية لهذه المؤسسات المالية لتكون الدعم الممول للاقتصاد الإنتاجي الذي بدأت فيه الحكومة على مستوى المشروعات الصغيرة والمشروعات الأسرية كما ناقش المجلس قضايا تتعلق بواقع معايير الجودة والرقابة على السلع الغذائية وأليات تكثيف الرقابة على المعامل وواقع النقل الداخلي في المدن الرئيسية واستثمار وتشغيل باصات النقل لتقديم أفضل الخدمة للمواطنين إضافة إلى واقع استثمار المنشأة الرياضية في الاتحاد الرياضي العام وأقر المجلس مشوع قانون نقل ملكية مشفى تشرين الجامعي باللاذقية إلى وزارة الدفاع ترجمة نانسي قنقر